مطار البحرين الذي يجمع الشعب البحريني بأخيه الإماراتي منذ عقود خلت علاقة تبادلية تشاركية أقيمت على أساس من الشعور الواحد إذا فرحوا فرحنا نحن وإخواننا البحريني تربطنا علاقة قديمة قبل حتى الاتحاد في السابق والحمد لله شارات ما تقول البيت متوحد ونحن تربطنا علاقات وتربطنا عادات وتقاليد وتربطنا تربطنا شارات ما تقول أصلت قرابة كل عام المراتب خير وشعبها بالف خير وحكامها عساهم دوم أفراح مسرات إن شاء الله جملة تصويرية خاطبت معايير الحب الصادق تهنئة من الفؤاد لازمها فعل الترحاب وهدية تذكارية تدل على مشاركة مملكة البحرين قيادة وشعبا أفراح القيادة الإماراتية وشعبها العظيم بحلول العيد الوطني السابع والأربعين المتمثل بذكر قيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة هني شعب الإمارات وعلى رأس الشيوخنا الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه ونائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد ولي عهد بوظبي الشيخ محمد بن زايد وهني الشيوخ البحرين أيضا يعني هما تفاعلوا معنا في هذا الحدث المهم بالنسبة لنا وشعب الإمارات والبحرين شعب واحد مناسبة عظيمة وعزيزة لقلوبنا أتحاد أول إمارات وحاب نشكر الشعب البحريني على هالمبادرة والله دائما جعلنا على يد واحدة وقلب واحد واشكركم على المبادرة الطيبة هذه ما قصرتكم مبارك شعب الإمارات ونشكر الشعب البحريني على الاستطافة الطيبة وهذا ما بغريب عليكم هذا يوطد العلاقات اللي بيننا من أجدادنا وأبائنا والله يديم علينا المحبة إن شاء الله في الجسدين قلب واحد ينبض قلب واحد ما يفتلق كله إحنا والبحرين والسعودية قلب واحد هي رواية تروى على غير عجل رواية متسلسلة تحكي تفاصيل سنوات عظام من عشق راسخ رسوخ الجبال في أمكنتها عشق جمع الشعب بتراب أرضه وبقامة قائد إنسان لم يثنيه الصبر عن تحمل صعوبة البدايات من أجل نهايات خير وفيرة تجود بخزائن التطور والنماء والازدهار على دولته التي قامت بفعل اتحاد شكل على هيئة نجمة سبعوية مترابطة تموج في سماء العز والفخر الأبدي لتلفزيون البحرين محمد رشيدات